أهلا أحبائي كثير ناس عم بيتكلموا عن الجائحة اللي اجتاحت هذه الأيام الكورونا وفي دول عديدة في معظم أنحاء العالم بيتكلموا عن الموجة التانية لنفس المرض وكأنه يعني مش كفاية علينا إلنا ستة شهور في هذا الوضع الصعب والتحدي اللي أمامنا فعم نسمع على موجة تانية لهذا المرض عم بتتكرر فالعاوز أقوله أنه إلهنا هو إله الآيات إله المعجزات وأنه نصلي من أجل معجزة أنه الله يبطل هذا المرض وينتهي بالكامل فأنا عاوز أحضر تحدي أمام جميع المشاهدين يعني شو رايكو نأخذ خمسة عشر يوم يعني بالعهد القديم كانوا الأنبياء يجمعوا الشعب كله ويرفعوا صلاة واحدة بقلب واحد بنفس واحدة كراجل واحد هذه الوحدة الحقيقية أجمل تعريف للوحدة فشو رايكو طالما إحنا صعب نتقابل في أماكن بسبب الحواجز طبعا لازم نخضع للسلطات والتعليمات الطبية أيضا بس أنا عاوز أحط أمامك تحدي وعاوز أكبر عدد ممكن من اللي بشاهدونا أنه يبعتوا رسالة سريعة يقولوا أنا معاك في الصلاة التحدي وهكذا حتى منتصف أكتوبر منتصف أكتوبر بشكل يومي يوميا نأخذ خمس دقائق نصلي ضد هذا المرض نصلي من أجل الشفاء ونصلي أيضا من أجل الحماية خمسة عشر يوم حتى منتصف أكتوبر ابعت رسالة صغيرة أقول أنا معاك في الصلاة خلال الأسبوعين يوميا أتعهد هذا تعهد أتعهد أن أصلي يوميا ضد هذا المرض حتى الرب فعلا يعطينا فرصة أنه نتحرك بالخدمة وأنه نشوف مجد الله يرجع على أراضينا وبلادنا أيضا ترجمة نانسي قنقر